أهلا بحضراتكم من جديد خرج المنتخب مبكرا من كأس الأمم الإفريقية وأكثر المتشائمين لم يكن يتخيل أن يظهر المنتخب بهذا الشكل وهذا المستوى الفني السيء في كل مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية قلت لحضراتكم اللي عايز مصلحة الكورة والرياضة في مصر ما يقولش كلام إنشاء بمعنى فكرة كشف الحساب والكلام الإنشاء ده لا هيقدم ولا هيأخر عايز تنايش قضية خش في الصميمة على طول أنا من أول يوم في البطولة أنا مش عامل في لاشباك وأقول إحنا كنا بنقولي على اتحاد الكورة والمنتخب في الفترات اللي فاتت في توقيت كان كل الإعلام طلع بالاتحاد ده وبالجهاز الفني ده لسابع سماء لسابع سماء وحوارات صحفية وحوارات إعلامية ولقاءات ونجوم وكلام كتير وإحنا من دي وان شايفين إن الاتجاه ماشي من الصح في كل الاتجاهات داخل اتحاد الكورة شو اللاعبين ومسابقات وحكام وإدارة منتخبات ومجلس إدارة وكل حاجة هنا كنا دايما بنصرحكم واللي عايز تكلم لمصلحة الكورة والرياضة في مصر يبدأ يتكلم وكل واحد حر كل واحد يناش بالشكل اللي هو شايفه بس أنا شايف إن احنا الحمد لله كنا دايما بنتكلم صح واللي قلناه هي دينا تكتو واللي قلناه هي دينا تكتو والحاجة الوحيدة اللي كنا بنحارب عليها وجابت نتيجة حصلت في كاس الأمم حاربنا على بعض الحاجات في ملف التحكيم كلامنا مشي والناس سمعت كلامنا والحكام دلوقتي بخير الحاجة الوحيدة اللي ماشي صح دلوقتي رغم ان اتحاد الكورة ما كانش بيدعمها تعالوا بقى نشوف المشكلة فين بداية كل النتائج اللي خرجت في مباريات منتخبنا طليق بمنظومة الكورة المصرية كل النتائج طليق بالمنظومة ليه؟ لأن ما فيش حاجة في المنظومة كانت صح كل حاجة غلط فكان طبيعي جدا شكلك يبقى وحش وانت متعادل مع موزنبيق طبيعي جدا تتعادل مع غانا في السواني الأخيرة وكنت ممكن تخرج طبيعي جدا انك تتعادل مع الرأس الأخضر وكنت خلاص يعني على مشارف ركوب الطائرة ورجوع للقاهرة ولوله هدف موزنبيق قد تخرجت فطبيعي جدا ان نتائج والشكل اللي ظهر ده يكون يليق بما قدمته خلال آخر سنتين سواء لاتحاد الكورة سواء للجهاز الفني سواء لكل الناس اللي ليه علاقة بالموضوع ده وهاجي وهتكلم على دور كل واحد فنتائج اللي حصلت في كأس الأمم طليق بالفعل بمنظومة الكورة المصرية من أول يوم في البطولة